مرحبا يعطيكم العافية السلام عليكم هون في اسمها اسمها Smart Living Steam Mop هادي اه هنعملكو review او فتح بوكس لهاي و بعدها هنسوي لكم review اسمها اسمها Smart Living Steam Mop اليوم شرناها انا و ادم و كانت بالبوكس هاي عبارة عن steamer يعني اللي بحب ينظف الارضيات تبعته هادي كويس كتير لانها بتسوي درجة حرارة عالية بتسوي المية steam مخار و طبعا بذلك بتسير درجة الحرارة معناها عالية فبتقتل البكتيريا والفيروسات و خاصة اللي بخاف من الفيروسات هي نورمال ماب بس بحط مية بها زي الارن بتعمل steam بالبطم و في هذا الباد تحطها بالباد و تستطيع ان تقوم بسهل هادي حطلنا لكم يا واحدة واحدة هادي الايد هاي الشغلة فيها هون كبسة بتعمل لها الابراتيشن هادي عبارة عن اللي بتصب فيها المية بحطة 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 هادي بحطة 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 اللي بحطة 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 طبعا الان بدنا نجرب الكياها على ثلاث انواع هذا الاول خشب ترسم عليه السيدة طبعا هذا صورناه هون بين البلاط وهذا على البلاط نفسهم واحد طبعا خشب واحد فنيل واحد ثلاث انواع مختلفة من الخشب زي ما انتو شايفين اول شي بتعبى المية جوه بعدين بتحط العصاي هاي موضوعها سهل جدا وطبعا حنستخدمها على الموكيت كمان هاي فتحنا الغطاء من هون وعبينا المية ل كاملة المية مش لازم تكون بفلترة مية عادية طبيعية مش من حنفية بنكبس بعدين الكبسة هاي بس تصير تشتغل الكبسة وصير يطلع ستيم زي ما انتو شايفين بنحط القطعة القماش على الأرض وبكل سهولة بسوف الستيم بحط قطعة القماش فوقيها دارك تلزق بس بكبس برجلي وبحرك العمود اللي خلفي هذا زي ما انتو شايفين الآن في عندنا اكريل على الأرض بمشي عليه شوية شوية مش بسرعة شوية شوية بحيث انه يمسح الأكريل مش لازم اروح وارجع عدة مرات بكفي انه بس بالأكريل شوية شوية ممكن اطول عليه شوية زي ما انتم شايفين هاي الكبسة بكبسة بقدر ادخل تحت الفراش او تحت السرير او تحت السجلونة او تحت الكنباية بكل سهولة عشان ما اتني ضهري برجع الموضوع هون الاماكن العادية بعمل تعقيم بشكل طبيعي برضو هون على الخشب هذا النوع بكل سهولة شوية شوية هذا الخشب بتوسخ كتير والخوف من الماء اللي بتخاف منه في المية هذا بسموه نوع تاني من انواع الخشب طبعا هذا النوع اللي دايما بنحطه عادة في البايزمنتز زي ما انتم شايفين شوية بخلي الخشب وبخلي الجهاز عليها تلاقيها راحت ونضفت بشكل عاد الآن هذا بين زي ما انتم شفتو بين البلاط هون الوسخ هذا اللي بيضله بين البلاط وهذا اكثر وسخ صعب انك تنضفه بس بخلي الاستيمر وزي ما انتم شايفين كله راح ولا اكنه كان فيه اشي نضيف واضح الآن على البلاط نفسه بس بمسح ومسح بكل سهولة بتلاقيه اختفى الآن زي ما انتم شايفين هون كمان نفس الاشي على البلاط ما عندي مشكلة اللي هشوفو هون على السجاد او على الموكيت شوية بنحط هذا القطعة وبتعقم نفس الاشي فيه بكل سهولة وهيك بتكون خلصنا بس تخلص بتكبس هاي الكبسة وبتشيل الايد هاي ممكن تشتغل على على الفرشات على الكنابيات الفرشات كويس كتير على الزجاج على الموري تبع الحمامات مثلا بنظفهم على الحمامات نفسها على الفرشات هذا مهم جدا جدا بنظفهم بعقمهم على الاقل مرة بالشهر لازم نسوي هذي التعقيم فبالتالي يعني هو عدة شغلات هذي طبعا في منها ثلاث قطاع وكل واحدة بلون اللي بتسويه فقط طفتها هلا زي ما انتم شايفين هاي بنحطها في الغسالة بتنغسل وبننشفها بالهواء بدون نشافة اذا بننشفها بالنشافة بنقص عمرها الى النصف بدون نشافة بتكون وضعها كويس طبعا هذا في منها ثلاث ألوان فبالتالي عشان تقدر تعرف هذي للحمامات هذي مثلا للفرشات وهذه الأرض العادية الان انا جربتها عندي في المنزل لكن شوفوا اللي صار في المنزل تركت بقع بيضاء غريبة جدا جدا فوق الخشب وطبعا لما توصلت مع الشركة ما عرفوا السبب وخربت لي الخشب كله للأسف طبعا هذا خلاني انا مصدوم وزي ما بيحكوا ثمب داون طبعا في النهاية بحكي لكم انه راح رجعها وللأسف خربت لي كل الأرضيات الآن مش عارف شو بدأ اسوي لازم اجيب شركة يعني هذا تحذير مني حسب خبرتي الموب هاي مش كويسي مش عارف ليش كوسكو بيبيعوها للأسف 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 سلام للجميع موسيقى اشتركوا في القناة